متتبعي القناة الوطنية الأولى مرحبا بكم في النشرة الشوية اليوم الستة جوليه الفين واثنين وعشرين درجات الحرارة متواصلة في ارتفاع وخاصة ونسجن اليوم درجات حرارة كانت في المناطق السحلية والمرتفعات الغربية من بين ثلاثين وثمانية وثلاثين درجة وفي بقية الجهيد كانت من بين واحدة واربين والاربعة واربين درجة خصوصية التقس نشوفها من خلال تسلسل لصور القمر الاستناعي وإن كانت تقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهيد ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية كانت مسحوبة بأمطار محلية توقعاتنا لتقس الليلة تقس مغيم جزئيا بشميل وبالوسط وصافي بالجنوب وريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من عشرة إلى خمسة وعشرين كيلومتر في الساعة وتوقعاتنا لتقس غدوة تقس عامة قليل السحب في أغلب الجهيد ثم تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية السحب وكذلك أمطار محلية تشمل الجهيد الشرقية ونزول البرد وإمكانية لنظهور السواعق في أماكن محدودة توقعاتنا لدرجات الحرارة في المدن التونسية تنسي كبرى درجات الحرارة في حدوث ثمانية وثلاثين قليبيا خمسة وثلاثين نابل سبعة وثلاثين درجة بنزار تربعة وثلاثين واحدة وثلاثين في تبارقة ستة وثلاثين في جندوبة كذلك بيجة تحفظ على نفس المستوية ستة وثلاثين في بيجة زغوين أربين درجة سليين أتسعة وثلاثين الكيف خمسة وثلاثين مع خلايا رعدية في تلاث درجات الحرارة في حدوث سبعة وثلاثين درجة مع خلايا رعدية القيروين درجات الحرارة تصعدين لمستوية أربين درجة مع خلايا رعدية سوسة سبعة وثلاثين منسير ثلاثين والمهدية ستة وثلاثين درجة جزر قرقنا 30 درجة سفيقس 31 سيدي بوزيد 41 درجة مع خلايا رعدية القاسين 38 مناطق الجنوب الغربي قاسة 43 درجة مع خلايا رعدية تقص صفي وحار 46 درجة في توزر 37 في قيبس وفق بري درجة الحرارة في حدود 5 واربين درجة وتقص حار بالنسبة لمدن الجنوب الشرقي درجة الحرارة في جزيرة جربة 39 مدنين 43 تطوين 42 وارميدة 44 وتقص مغيم جزئين بالنسبة للملاحة وصيد البحري الرياح على كامل شريط الساحل شمالية غربية ما عدا خليج جيبس وينتكون جنوبية شرقية وفي منطقة سيرات وخليج تونس البحر المضطرب في شديد الاضطراب وسرعة الرياح من 15 إلى 25 محلين من 25 إلى 30 فتتجاوز 40 عقدة في خليج الحمامات ومنطقة الشيبة البحر المضطرب في شديد الاضطراب وسرعة الرياح من 5 إلى 15 توصل من 25 فتتجاوز 25 عقدة وفي خليج جيبس البحر قليل اضطراب ومضطرب في شديد الاضطراب وسرعة الرياح من 5 إلى 15 محلين من 15 إلى 25 تتجاوز 40 عقدة قيلة تفسيرية درجة الحرارة في بعض المدن العربية والعواصم الأوروبية نوقشة درجة الحرارة في حدود 28 دربيدة 28 الجزيرة 29 وترابس درجة الحرارة في حدود 36 تقص صافي وفي الخرطوم درجة الحرارة في مستوى 38 تقص مغيم جزئيا القهرة درجة الحرارة في حدود 37 تقص حار وبالنسبة للبقاع المقدسة درجة الحرارة في المدينة المنورة 42 مكة المكرمة 43 وفي مصق درجة الحرارة في حدود 33 أبوظبي 39 دوحة 38 كويت تقص صافي وحار 45 بغديد 44 درجة بالنسبة للشرق الأوسط القدس الشريف 30 بيروت 29 دمشق 36 اسطنبول درجة الحرارة في حدود 29 والتقس حار بالنسبة لأوروبا درجة الحرارة في روما إن شاء الله بيكون في حدود 34 درجة مع أمتار مرسيلي 34 باريس 25 جنب 28 درجة بيانا 23 برلين 18 درجة مع أمتار 18 في أمستردام 19 في بروكسيل لندن 25 درجة مدريد التقسة في 34 درجة وفي لشبونة درجة الحرارة في حدود 35 والتقسة حار بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة البحر شديد الاضطراب في الشمال ومظهر في بقية السواحل والريح من القطاع الشمالي بالشمال بالوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب والتقس حار على أغلب الجهات ودرجة الحرارة في انخفاض طفيف بالنسبة ليوم السبت البحر شديد الاضطراب في الشمال ومظهر في بقية السواحل البحرية والريح من القطاع الشمالي بالشمال بالوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب والتقس حار على أغلب الجهات أوقات الشروق والغروب شروق إن شاء الله بيش يكون في تمام الساعة الخامسة وست دقائق والغروب في تمام الساعة السابعة واثنين واربعين دقيقة لمزيد المعلومات وطرق التواصل والاتصال بمعهد الوطني الرصد الجوي على صفحة الويب www.mitu.net تتفعل معيهم على صفحة الفيسبوك والموازع الصوتي أوقات تصليت لمدينة تونس وماجاورها ست الصبح إن شاء الله بيش يكون في تمام الساعة الثالثة وستاش دقيقة الظهر الساعة منتصف النهار واحدة وثلاثين دقيقة العصر الساعة الرابعة وخمساشين دقيقة المغرب الساعة السابعة واربعين دقيقة ولا يشافي تمام الساعة التاسعة واثنين وثلاثين دقيقة دمتم أوفية للوطنية الأولى وليلتكم زين الناس الكل